وقعنا عندي استعداد أن أشرف على عملهم أعزائي هذه الرواية من أجمع الروايات ومن أفضل الروايات ومن أشمل الروايات الواردة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ولكنه كما قلنا فيها مشكلة ماذا؟ أنه وردت بأسانيد ثلاثة وهذه الأسانيد الثلاثة أولا غير معتبرة تقول سيدنا جمع القرائن والاحتمال الجواب هو أنه إذا 15 رواية صارت مولانا شكيت ثلاثة روايات فإذا ثلاثة أسانيد شكيت يصير مولانا ما يخرجنا منها فرج إذن ما هو الطريق الأنجع والأفضل والأدق لمثل هذه الروايات الجواب أعزائي وهو المنهج الذي أعتمده أنا في مثل هذا المجال وفي موارد أخرى كثيرة أعزائي ما هو التفتول جيدا وهو تفقير النص يعني شنو أعزائي؟ يعني نأخذ فقرة فقرة من هذه شنو الرواية ثم نبحث عن كل فقرة فقرة من هذه الرواية من الشواهد القرآنية ومن الشواهد الروائية ومن القراء والأدل العقلية ومن الشواهد التاريخية فبقدر ما يثبت تكون الرواية ماذا بقدرها ماذا؟ ها؟ تكون حجة هسا افترضوا أن هذه الرواية بهشكيت مئة فقرة أنا لا أدعي أقول بأنه إذن بالضرورة لابد المئة فقرة نقبلها ماذا؟ في الرواية أبحث عنها كل فقرة فقرة يعني عندما قال هو الولي شنو قرأنا عزائي؟ شنو قال أعزائي؟ شنو عندي عزائي؟ قال قال ووليه ووليه ولي من أعزائي؟ ولي رسول الله تعالوا أعزائي نبحث أنا عندي أعزائي في الأطروح في المطارحات في العقيدة عندي محاضرات عشرة محاضرات عشر محاضرات عزيزي وقفت عند حديث يا علي أنت ولي كل مؤمن بعدي من أهم مصادر علماء أهل السنة ثابتون عنده ولي مو مولى خلي ذهنك مو مولى حتى تقولون المولى قد يستعمل بمعنى المحبة ومودة لا 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 الذي لا خلاف عندهم أن كلمة ولي دال على ماذا؟ واللطيف أن نفس هذه الرواية وارد فيها نفس هذا المظمون أنت خليفتي على كل مؤمن بعدي وهكذا نأخذ بتفقير ماذا؟ بتفقير النص ومفرد مفرد نثبتها نقول هذا هو هذه عقيدة ومن فرده؟ هسا إما لعدم وجود الشاهد العقلي أو الروائي أو القرآني أو التعريخي هسا من ثبت عنده هذا الرواية معتبرة وتفيد الإطمئنان واليقين يعمل ومن لم يثبت عنده يؤثر أو لا يؤثر؟ والمهم في هذا المنهج أعزائي خلوا ذهنكم يمي والمهم في هذا المنهج أنه منهج قبله كبار علماء أهل السنة يعني أنت عندما تريد أن تدخل في حجاج ومحاجة معهم من أفضل طرقهم لقبول رواية هي ماذا؟ تفقير النص حتى لا يجي مباشرة يقول لأنه هنا الرواية مباشرة أنت لو تنظر إليها الكلمات ماذا يقولون؟ ضعيف مجهول كذا مباشرة يحجك الطرف الآخر يقول بابا في كتبكم تقولون الرواية ما هي؟ ضعيفة الجواب نقول نحن لا نذهب إلى السند نذهب إلى تفقير النص هذا كتاب عزائي قصة المسيح الدجال تعلمون الدجال مولانا من الأمور التي كان لعله موجود ويظهر عندما مع الحجة ومع ظهوره عليه أفضل الصلاة والسلام هاي القصة مولانا هواي طويلة العلامة الألباني عند كتابه هذا بقلم محمد ناصر الدين الألباني ونزول عيسى المسيح الدجال ونزول عيسى وقتله إياه على سياق رواية أبي أمامة مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة التفتولي شوفوا ماذا يقول فيه صفحة ستة من الكتاب يقول فوجدته ضعيفا لا يمكن الاعتماد عليه وحده هاي الرواية ما هي ها يمكن أو لا يمكن ولكن ماذا فعلت هو يقول يقول فتوجهت الهمة لدراسة الحديث المذكور فقرة فقرة بل ولفظة لفظة وذكر الأحاديث المقوية لكل فقرة منها ما وجدت إلى ذلك سبيلا وتخريجها كلها مع الكلام على أسانيدها تصحيحا وتضعيفا على ما تقتضيه قواعد علم الحديث وتتبع المتابعات والشواهد مما يساعدنا على تخليص ما أمكن من فقراته من الضعف الملازم لها شوان أصل مهم هذا هو أصل مهم عزيزيز ويكون في علمك في كلمات علمائنا السابقين كان هذا المعنى موجود ولعله جملة من كتب أحاديثنا السابقين مكتوبة ماذا على هذا المنهج مو على أساس المنهج السندي حتى نكتب ماذا صحيح الكافي ونخرج ماذا ها خمسة وسبعين بالمئة من الكتاب أو نكتب مولانا مشرعة البحار ونخرج منه ماذا ثمانين بالمئة لا مكتوب بطريقة أخرى فتبين لي من يقول العلام الألباني فتبين لي بعد هذه الدراسة أن الحديث بجميع فقراته إلا قليلا منها هو من الصحيح لغيره وإن كانت الرواية ما هي بل إن كثيرا منها من قبيل المتواتر المقطوع ثبوته عن رسول الله أعزائي عليكم ماذا الإخوة اللي يردون من الآن أدعو الأعزاء اللي يريد بيني وبين الله هذا الحديث يستحق طبعا بأبعاث فقهية لا أترك الأبعاث فقط الأبعاث ماذا الأبحاث العقائدية لأنه جدا مفصل هذا البحث أعزائي هذا بحث أعزائي هذا بحث وإن كانت أخرنا قليلا لبعض الأعزاء ولكنه مهم هذا بحث والبحث الثاني أعزائي هذا وهو أنه ما ورد في الكافي الجزء الأول أعزائي الكافي الجزء الأول وهي أيضا رواية الإمام الرضا باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته هذه الرواية لا رواية أفضل منها من حيث المضمون ولا أشمل منها ولا أدق منها ولا أعمق منها ورد فيها لا أقل مئتين صفة من صفات الإمام ولكن الرواية ما هي أعزائي الرواية ما هي شوفوا المنهج السندي ماذا يفعلوا بنا الرواية ما هي فلهذا لا تجدها لا في صحيح الكافي للبهبودي ولا تجدها في مشرعة البحار للمحسني آصف محسني لأنه عندما نأتي هنا يقول الحديث الأول مرفوع ورواه الصدوق في كثير من كتبه بسند آخر فيه جهالة وهو مروي في الاحتجاج وغيبة النعمان وغيرها فالسند شي صرمه لنا يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد على المنهج السندي تسقط الرواية عن ذاته ما هو الطريق أعزا ما هو الطريق مشروع آخر أعطيه للأعزا اللي يسألون عن مشاريع واقعا وعندي استعداد أجل أشرف مو فقط أشرف على المشروع أشرف على المشروع وأرتبه وأطبعه باسمهم أعزا هذا الرواية مولا وهو أن نأخذ فقرة من هذا الحديث المبارك العظيم قال هل يعرفون قدر الإمام ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل إلى أن يقول فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي فقال جل وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي فكانت له خاصة فقلدها عليا على رسم ما فرض الله له فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والفسين بينك وبين الله ولكن الرواية سندا ما هي يا عزيزي ها شوفوا هنا أيضا ماذا نفعل اللي أخوة اللدون يأخذون فقرة فقرة من هذه شنو من هذه الرواية فقرة 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 ويبحث في كتب علماء مدرسة أهل البيت وفي المراجع السنية أي شيء أثبت هذا المعنى ها يأتي وين بأسانيد معتبرة صحيحة دقيقة شواهد قرآنية شواهد روائية هذا هو منهجي في مسألة ماذا في مسألة الإمامة والحمد لله